اشتركوا في القناة محمد شريف ورامي ربيع يتساءلان عن سر استبعادهم من حسابات الجهاز الفاني للأهل طلب محمد شريف ورامي ربيع سنائي الفريق الحصول على فرصة المشاركة أساسيا خلال المباريات المقبلة ويأتي طلب السنائي عقب الجلسة التي جمعتهما مع محمد يوسف المدرب العام للاستفسار عن أسباب ابتعادهم عن حسابات الارجواني مارتي اللسارتي ونقل شريف رغبته للمدرب العام بالحصول على فرصة أسوة بباقي اللاعبين لإثبات قدراته فيما أبدى ربيع جاهزيته التامة للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به بالإضافة إلى سعيه التواجد أساسيا للرد على شائعة فسخ تعاقده تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة بيتروجيت أعلن النادي الأهلي غياب عمر السلية لاعب وسط الفريق عن مباراة بيتروجيت المقبلة بسبب معاناته من الإصابة وكان عمر السلية قد أجرأ شعة أول أمس وبعد عرضها على الهيئة الطبية تبين إصابة اللاعب بشد في العضلة الأمامية سيخضع على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لتجهيزه للمرحلة المقبلة الأهلي يحدد بديل عمر السلية أمام بيتروجيت اختر بحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة أساسيا في تشكيل الفريق الأحمر أمام بيتروجيت وذلك بعد إعلان النادي الأهلي رسميا عن تأكد غياب عمر السلية عن المباراة واستقر مرتل لسرتي المدير الفني للفريق على الدفع بحمد فتحي في وسط الملعب أمام بيتروجيت ليعود غياب السلية المصاب عشرة ألاف مشجع أهلاوي في مباراة الأهلي وشبيبة السورة الجزائري أرسلت الجهات الأمنية موافقة للاتحال المصري لكرة القدم على حضور عشرة ألاف مشجع للنادي الأهلي خلال مباراته أمام شبيبة السورة الجزائري بالجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد سبع نقاط بعد خوض أربع مباريات في منافسات المجموعة ويتبقى للأهلي مواجهتان في تكلب الكنغولي وتقام بالكنغو وشبيبة السورة الجزائري وتقام المباراة على ملعب برج العرب الإسكندرية يوم 16 مارس الجاري حالة من الحزن تسيطر على شريف إكرامي في الأهلي يخيم الحزن الشريد على شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي خلال الفترة الماضية بعد تعرضه للإصابة بتمزق في عضلة السمانة وشعر شريف إكرامي بالحزن الشريد بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وتمتد الفترة قد تصل إلى شهر ونصف مقبل وكان شريف إكرامي قد حصل على فرسته بالمشاركة الأساسية خلال الفترة التي تعرض فيها محمد الشناوي حارس الفريق للإصابة وحصل حارس الأهلي على وعد مهم بالحصول على فرصة جيدة خلال الشهور المقبلة في حال استمراره بنفس المستوى الذي ظهر به بعد إصابة الشناوي وكان استعادت إكرامي بالعودة للمشاركة أساسيا مما سيؤهله للعودة للمنتخب بن جديد قبل كأس الأمم الإفريقية إلا أن الإصابة ضربت كل هذه الأمنيات التي عاشها إكرامي بعد عودته للمشاركة أساسيا مع الأهلي الشناوي يعلن جاهزيته مع الأهلي لمواجهة بيترو جيد انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم والمقام على استاد مختار التيتشي بمقار الجزيرة وكان الشناوي قد غاب عن المشاركة مع الأهلي في المباراة الماضية أمام الجونة بعد شكواه من إجهاد في العضلة الضامة وأدى الشناوي تدريبات تأهيلية على مدار الأيام الماضية للتعافي من الإصابة ليعلن جاهزيته لخوض المباراة صالح جمعة يضع النقاط على الحروف بشأن عدم مشاركته مع الأهلي أنهى صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي الجدل حول أزمة عدم مشاركته في الفترة الأخيرة مع الأحمر منذ قيده في شهر يناير الماضي في قائمة الفريق وقال صالح جمعة عبر حسابه على تويتر لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أي شخص من الجهاز الفني بشأن عدم مشاركته أو تحديد مصيري كما زعم البعض وأعرف جيدا دوري وحدودي كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أديل لها بالكثير ولم يشارك صالح جمعة منذ قيده في يناير الماضي سوى لدقيق معدودة في مباراة مصر المقصة ببطولة الدوري غرامة صلي 100 ألف جنيه على لاعب الأهلي في هذه الحالة حذر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من الإنجراف خلف التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وشدد عبد الحفيظ على ضرورة دخول اللاعبين في مرحلة جادة وكبيرة من التركيز الشديد من أجل مواصلة الانتصارات على الصعيد المحلي والإفريقي خلال المرحلة الحساسة المقبلة ومن المقرر أن تطبق عقوبة قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب يخالف التعليمات ويخرج بتصريحات أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ويدخل الأهلي في حالة كبيرة من التركيز بتدريبات الفريق المنعقدة على ملعب مختار التيتش قبيل مواجهة بيترو جيت في الدور العام المقررة الاثنين إلى هنا مشاهدين متابعين تنتهي مع حضراتكم أخبارنا لهذا اليوم نرجو أن تكون حازت على إعجابكم في النهاية لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك معنا في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم